السلام عليكم عاملين ايه يا شباب جينيور سيكس؟ ندخل دلوقتي على السؤال الخامس في الامتحان اللي هو read the passage اقرأ الفقرة and answer the questions وجاوب على اسئلة بص يا شباب السؤال ده بيبقى عندي passage هنا فقرة وعليها نوعين من الاسئلة هم اربع اسئلة اول سؤالين بيبقوا اختيار والسؤال التالت ورابع بيبقى عبارة عن اسئلة مقالية عندي سؤال وانت هتكتب اجابته والسؤال التاني وانت هتكتب اجابته وما تخافوش منه بسيط جدا وكل الاجابات بيبقى موجودة هنا في الفقرة جي المهم اقرى الفقرة كويس قبل ما حل الاسئلة اقراها كويس جدا عندي بيقول منار and her brother منار واخوها وانت ذهبوا جي الموجودة بتاعت go ذهبوا to the supermarket they walked to the supermarket walked الموجود بتاعت walk يعني يمشوا to the supermarket يبقى مشوا للسوبر ماركت لحو مشي يعني they arrived there arrived يعني يصل arrived يعني وصلوا يبقى هم ما وصلوا there هناك at eight o'clock الساعة تمانية oh no oh no يعني يا الهي منار قالت oh no I forgot نسيت the grocery list grocery list اللي هي قائمة المشتريات بعد كده قال she ran back يعني هي جرت عائدة home للمنزل and got the list وحصلت على او اخدت the list اللي هي قائمة المشتريات then بعد ذلك she ran back جرت عائدة to the supermarket للسوبر ماركت منار put يعني وضعت the groceries اللي هي المشتريات بقى هي خلاص اشتلت الحاجة اللي هي المشتريات يعني اشترتهم ووضعتهم in the trolley اللي هي في trolley اللي هو زي السلة اللي بيحط فيها ايه المشتريات then بعد ذلك she went went الماركت بتاعت go هي ذهبت to the check out line check out line اللي هو الخط او المكان اللي بتقف عنده علشان تدفع الفلوس او تمن المشتريات she paid paid المواجي بتاع pay paid دفعت for she paid for هي دفعت the groceries المشتريات بتاعتها and went to home وذهبت للمنزل at ten o'clock الساعة كام الساعة عشرة طيب اول سؤالين بيبقوا choose بيقول لي choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة manar put their groceries manar وضعت المشتريات in the e حطتهم فين اهو حلاء الاجابة موجودة عنجي manar put their groceries in the trolley هوم جاي كاتب trolley they went to home هوم زهبوا المنزل at اهو الاجابة موجودة عنجي برضو في القطعة and went to home at ten o'clock هوم جاي مختار ten اوكي سألة سهلة جدا بعد كده بيقول لي answer the following questions جاوب الاسئلة التالية هنا السؤال الاولاني بيقول لي where يعني اين did manar اين manar and her brother واخوها go ذهبوا manar واخوها راحوا فين طيب ما الاجابة موجودة هنا شباب زي ما قلنا manar and her brother manar واخوها went to ذهبوا الى supermarket يبقى هقول they went to ذهبوا الى the supermarket الى السوبر ماركت الى السوبر ماركت طيب على فكرة انت ممكن تكتبها to the supermarket على طول الى السوبر ماركت عايز تكتب اجابة كاملة زي يجي اكتبها عايز تقول to the supermarket الى السوبر ماركت برضو صح مش غلط السؤال اللي بعده بيقول what did manar forget what يعني ماذا قلنا did ده فعل مساعد ملوش معنى بس محطوط علشان يقول لي ان السؤال ده في زمن الماضي البسيط يبقى ماذا manar forget هنا مش هتبقى تنسى هتبقى نست ماذا manar نست طيب نست ايه ارجع للقطعة بتاعتي هلاقي بيقول لي manar said i انا forgot نست the grocery list يبقى هي نست ايه the grocery list اهي the grocery list اوكي يا شباب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتعلم ازاي نكتب بيروغراف اوكي يلا باي باي يا حبيبي